عوالم الفن التشكيلي جاذبة مختلفة منوعة ومميزة لدرجة إذا حضرت أي معرض في أحد الدول العالمية أو الأوروبية خليني أقول مصنى لمرحلة نقدر نميز أن هذه اللوحة للفنان الفلاني من طريقة الريشة من الإحساس التي كل الناس قدرت أنها تلاحظ فيه وتعرف أن هذه اللوحة للفنان الفلاني هذا إحساسها صحيح البصمة يمكن خاصة بها الفنان تجعل فعلا يمكن الجماهير أو أفراد المجتمع اللي قاعدين يشوفون هذه اللوحة يعرفون أنها خاصة بهذا الفنان التشكيلي من خلال هذه البصمات الفنية المختلفة رح نتعرف على الفن التشكيلي وكيفية الدخول في هذا العالم والبصمة الخاصة في الفنان التشكيلي مع الفنان التشكيلي أروى الخيمي صباح تشالله بالخير صباح الخير نورتين صباح الخير أروى نور نور كونس يعني واضح ليش أننا نتشكي ماشاء الله عليك هي روحة فنية حبيبة قلب يعني أروى بداية كيف اكتشفت هذه الموهبة عندك وشفت أن أروى فعلا تصلح لدخول هذا المجال وهذا العالم الفن التشكيلي أنا بصراحة لم أدخلت فيه أنا ولدت فيه أنا ولدت لعائلة تعشى الفن بالإضافة لأنها عائلتي كثير مثقفة ويجمعوا بين العالم الفني بالإضافة لأن هننن كثير يهتموا بالعلوم الثاني يعني بين أطباء ومهندسين وفنانين يعني من نوعين في البيت يعني نفهم اختيار الفن التشكيلي نابع من وراثة تمام وراثة يعني هي شغلة جينات جانتك فأنا يعني أنا أكتر شي تأثرت بأخي الأكبر مني هو فنان ثروت الخيامي كثرت أتعلم منه هو أكبر مني بأربعة سنين فصرت أتعلم منه هو عم يمتطور أكتر مني بالعمر بيروح للمدرسة مثلاً بيتعلم فأنا آخذ منه شوفوا شو عم يعمل صير قلده مثلاً شوف أدي أهلي معجبين بالفن يعني عندهم شغف بالفن بشكل مضبعي وعيت على الدنيا بيتنا معبة لوحات شي هنا راسمينا شي هنا شارينا من فنانين كتير مشهورين فيعني تربيت بهي البيئة يعني ما احتجتي لا تروحي لمعاهد ولا تنضمي لمدارس ولا طورتي نفسك أنا طورت نفسي كتير كتير لاحقت حالي وروحي معاهد لأنه كل إنسان بيحتاج يتعلم يعني حتى لو أنه أنا عايشة وربيانة ببيئة فنية بيضل الواحد ناقصه وأنا قد ما وصلت للفن بيضلنا أسنين فعلاً تحبي تتعلمي أكثر خاصة عالم الفن التشكيلي أروح يعني عالم متنوع متنوع في العديد من المدارس الفنية شو أهمية البصمة الفنية بالنسبة للفنان التشكيلي أروح وخاصة يعني صاروا العديد من الفنانين موجودين على الساحة الفنية هلأ البصمة هي يعني اللي بتميز كل فنان عن غيره يعني أنا مثلاً ما أحتاج حتى أنه أقول أنه هاي لوحتي لأنه صاروا العالم مثلاً كلهم اللي بيعرفوني بيقولوا هاي لوحة أروح الخيامي هذا الشيء شعوري كتير حلو أنه أنا قدرت وصل إحساسي من خلال لوحتي هلا أنا طالما أنه عرفت بصمتي هذا معنات أنا عم حط إحساسي باللوحة أنا مو بس عم مارس أنا مو بس عم برسم بورتري طيب تخبريني عن اللوحات الموجودة معنا بالستوديو خبريني أكثر عن أفكارها من وين جتلتش من وين استوحيتيها المواد اللي استعملتيها الطرق الفن هذا اللي رسمتي فيه الأدوات المواد أعطني كرة تفاصيل هلا في كتير شغلات بتلعب دور لما أنا بلش أرسم لوحة وأنا كيف بفكر هلا أول شي دايماً الماضي هو اللي بيفرض علينا كيف نحنا بدنا نبلش نرسم لوحة دايماً الماضي بدخل مو بس الحاضر وأوقات المستقبل كمان يعني نحنا مندمج كل مشاعرنا سواء منرجع للماضي ونحنا منعيش اللحظة الآنية اللي عم نعيش فيها وكمان شو منحنا منصير لبعدين لأن الماضي هو المعلم معلم لي؟ الحاضر والمستمام فأنا كل المشاعر بتكون تنخلط سواء وبلش فكر أنا كيف بدي أبني هاي المشاعر اللي حاسب فيها جواتي لأوصل لأعمل لكوّن هاي اللوحة وطلعين فيها المشاعر تكلمتي عن المشاعر والأفكار والأحاسيس أروى في لوحة هني معانا في الاستوديو جذبتني جداً فيها صورة البنت أو أنت رسم البنت شوية البنت بطريقة حزينة وماسكة البالون في إيدها ليش رسمتيها بهاي الطريقة الحزينة أو المأساوية؟ لأ هنين تلات لوحات تمام؟ هي ستوري هي قصة وأنا برسم لوحات بطريقة قصة بنبلش من اللوحة الأولى يلي بيكون هي هي المجموعة اسمها قصة لص فمنبلش من اللوحة الأولى يلي بيكون أول واحدة يمكن هون موجودة أوكي منبلش من اللوحة الأولى بيكون اللص إذا بتطلع كمان على يلا الحين يجهزوننا اي انت قولي لو احنا معاتش تمام هي طالة على الشاشة ماسك بالونين حمر أوكي والبنت الصغيرة ماسكة شنطايتا وتكون ماسكة وردة حمرة الوردة الحمرة بتعبر عن الصفاء والنقاء وكل شي حلو الشنطة بتعبر عن الشي الماضي هلأ هو لص كان معه أول شي يعني بمحطة يعني بمحطة المترو بعدين بيصير بتلاقي باللوحة الثانية صار فيه تبادل هو عطاها بالون وأخذ منها شنطايتا وهي يعني هي صفي معها بالون وهو بالون هلأ البالون هو شي مادي ما له قيمة بس هي رغم هذا الشي البنت الصغيرة هي بترمز للبراء هي كتير مبسطة بالبالون وصار عندها ضحكة كتير حلوة بيّنت باللوحة الثانية هي كانت مبتسمة لما عطاها البالون كتير مبسطة باللوحة الثالثة اللي هي صارت حزينة هي اللي سألتيني عليها ليش صارت حزينة؟ ليش صارت حزينة؟ لأنه أخذ منها الوردة الحمراء وعطاها بالونين هي لما هو لما خلى مع الوردة الحمراء وأخذ منها بس الشنطة اللي هو شي مادي هي مبسطة كتير لأنه هي لسا مع الوردة الحمراء بس لما خسرت وردتها هذه الرسومات واقعية أو لما قصة خيالك؟ هلأ أنا بد لا هلأ هو أنا كله هلأ أنا يعني الطريقة الترثمية هو واقعي تعبيري فأنا بدموج الواقع مع الخيال بس كم لي القصة أرواب والبنت الصغيرة هلأ بكمل لك والبنت الصغيرة أنا مسميتها هي اسمها أرلين ومشتقة هي البنت أو أنا جايبتها من دامجة بنتي الصغيرة اللي أنا كتير متأسرة فيها وهي الوحي تبعي دائما دائما هي الوحي تبعي معي أنا آه حلو يعني بنتي ودمجتي بين اسم بنتي وهذا الاسم صح؟ تمام حلو طيب هلأ قدر أقول أن الفنان التشكيلي وصل لمرحلة أن يكون قادر على تأليف والروايات وغيرها بالتالي ينقلها من خلال ريشته؟ هل الحسن العالي وصل لهذه المرحلة؟ طبعا طبعا الفنان كتير مطلوب منه يكون يكون قادران ينقل مشاعره على اللوحة هلأ أنا مثلا بالنسبة لي كنت بالإضافة أنه أنا أنا برسم كنت أكتب روايات كنت أكتب روايات بكتب شعر هذا الشيء طبعا من طفولتي من وقت ما كنت أنا صغيرة كنت بكتب روايات هذا الشيء ليس فيه أروابين يعني من خلال أنش تسوين هذه الرسمات وهذه اللوحات عن طريقة قصة نفس قصة البنت اللي شفناها مع اللص تماما وحتى لدرجة أنه أنا لما كنت صغيرة أنا لحالي يعني مشيت بهذا الطريق وكفيت فيه وكفيت بنفس الطريقة بالرسم بس طريقة كتير مطورة أكتر كنت يعني كنت بوعها حالي بتذكره كل ما ترجع زاكتتي اللي وراء بتذكر أنا كنت أتخيل كاركتير شخصية وارسمها تخيلها وارسم وكتب قصة قدامها روايتها روايتها وصر تكمل بهذه الطريقة بس ما حد كتبت صرت خلص بس ارسمها أيها وهي هاي القصة بتصير بتدلك على دلالات كتير بالحياة هلأ هي ليه زعلت البنت الصغيرة لأخذ منها الوردة أنت قلت وعطاها البالونين الوردة إلى دلالات معنوية يعني هلأ اللص هو مونس مونس بالضرورة يكون بشر اللص ممكن يكون أي شيء بالحياة أفكرة ممكن يكون ضحية ترى فعلا قد يكون ضحية لبعض الظروف ولكن تعجبني في فعلا من يرآها يعلم تماما أنها هي رسماتك يعني صح الإحساس اللي قاعد يتحدث أمامنا الآن بكل ما يحمل من فكرة تصويرية تعبيرية تطبيقية واقعية مئة بالمئة فأبا أتكلم عن هاي اللوحة اللي تحمل يمكن قصة أطفال اللاجئين حسب ما وصلتني تماما طيب طبعا يعني كلنا منعرف أنه اللاجئين خصوصي بآخر مرحلة قدي العالم العربي عم يمر بظروف كتير صعبة أنا طبعا من سوريا وجيت صلي تقريبا أربع سنين جاية على الإمارات جيت محملة بقصص كتير صعبة وكتير قاسية وكتير مأسرة فيني وكل ما اللي عم تأثر فيني أكتر وأكتر وقصص هدول الأطفال البريئين ما قدرت ما عبر عنه بأي طريقة من الطرق يعني هدول ما قالوا صوت حبيتكم أنا صوتهم يعني أنا السلاحي هو لوحاتي أنا ريشتي هي السلاح بالنسبة إلي هاي الطريقة الوحيدة اللي بيقدر أنا دافع فيها عن حالي أو عن العالم اللي هنم محتاجين هذا يدافع عنه كل واحد عنده طريقة دفاع بأسلوبه وعنده رسالة يمكن أكيد أروح كل فنان يكون لها رسالة أو هدف من لوحاتها ما في فنان يرسم لها مجرد الرسم لا بالعكس يكون عنده هدف سواء دفانت فكرة خلينا حاول نساعد العالم بأي طريقة بالطرق اللي نقدر عليها بتوصلي لهم معانات يمكن هل لاجئين من خلال هذه اللوحات وهذه الأفكار أروح أروح المدارس الفنية وايد كبيرة وايد واسعة في مجال أو في عالم الفن التشكيلي هل تدمجين عدة مدارس مع بعض ولا فقط تعتمدين على الخيال أو إذا عندك قصة معينة ببالت أنا بدمج الواقعي مع التعبيري ليش بدمج الواقعي مع التعبيري أنا في كثير عالم حوالي وفناني بيقلولي أنه حاولي مثلا ترأيت تاني بعيد عن الهيوم من البشر أنا بالنسبة إلي أحلى شكل ممكن أرسمه على لوحة هو الشكل البشري الشكل البشري هو الشكل اللي الله خلقنا فيه يعني ما في أحلى من شكل البشر مستحيل أنا حاول دور على شكل تاني يطلع أحلى من هذا الشكل صحيح فحاولت أهمله يعبر يعني أرسم الشكل البشري بس طريقة تعبيرية تكون كتير قوية ومعني مثلا اللوحة اللي طلعت آخر واحدة اسمها غيرة يعني غيرة بحط كتير دلالات بقلب اللوحة بتدل على شو عام تحس تعبرين عن المرأة وعن الطفولة بشكل عام من خلال لوحات من النظرة نتمنى أن تبقي دائما السلاح القادر على التعبير عن هموم المرأة والأطفال الذين لا يستطعون أن ينطقوا ويعبروا ما في داخلهم فأحنا جدا سعيدين موجودين معنا اليوم الفنانة تشكيلية أرواء الخيمي نواتينا ومشاء الله إبداعاتك تملأ لكم كله يطيتي العافية شكرا ويوم جسعي وحبيبتي إحنا أكثر وصلنا للختام وصلنا للختام مشورنا معكم من هذا اليوم مشاهدينا غدا يجمعنا لقاء جديد معكم على الخير والمحبة والسعادة أيام قليلة تفصلنا عن بداية عام جديد فكونوا أسعد الناس وبدوا من الآن بوضع قراراتكم وأهدافكم لتحقيق المستحيل في بلد لا مستحيل يطيتي العافية فعلا كملوا هذه الأيام بالطاقة الإيجابية والسعادة والأمل وما ننسى دائما أهدافنا يجب أن تحقق ويجب أن يكون أشخاص عندنا عزيمة وإصرار وقوة دمتم في أمان الله